السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع اسامة حلقة السوبر الافريقي السابع في تاريخ النادي الالي والبطولة رقم 22 قرية لنقترب روايدا روايدا من ريال مدريد صاحب ال 26 بطولة 1000 مبروك لجماهير النادي الاهلي 1000 مبروك لكل مسؤولي النادي الاهلي والجهاد الفني واللعابين بالتأكيد الفرحة حلوة بالتأكيد البطولات حلوة بالتأكيد اسم الاهلي هو الاسم الجاذب الاول للبطولات في قرية افريقيا 1000 مبروك والف حمده 1000 شكرا لك رب على بطولة مهمة البطولة الرابعة بعد الدوري مع هذا الجيل الدوري دوري ابطال افريقيا كاس مصر حتى برونزية كاس عاملا دي والنهاردة كمان بطولة السوبر يتبقى باذن الله بطولة السوبر المحلي عشان تقضع هذه البطولات تاريخ او تصنع تاريخ لهذا الجيل من اللاعبين اللي في لحظة التكريم هي اروع لحظة تكريم في تاريخ كل التكريمات او كل استلام المداليات من وجهة نظري حفيز دراجي وهو بعقب على هذه اللقطة لقطة منح لعبي النادي الاهلي مداليات المركز الاول وبطولة السوبر الافريقي وارتداءها للكابتن محمود الخطيب كانون بيقول له مقدرين جهدك معنا يا قائد مقدرين جهدك معنا يا رئيس النادي الاهلي مقدرين جهد الاب معنا اللي رفض انه هو يروح فندق تاني وقال انا مع اللاعبين ومش هخرج من الفقاع انا مع اللاعبين حتى نهاية مباراة السوبر برغم ان الكاف كان محجز له فندق اخر مع رئيس نادي نهضة بركانه مع المسؤولين في الكاف ولكن الكابتن محمود الخطيب دائما وابدا مع اللاعبين وده اللي اعتدنا عليه من بطولة الموسم الماضي وفي اللحظات الصعبة كان بيكون متواجد مباراة الهلال وما ادراه كمان مباراة الهلال اللي رينيف وايلر بيتحدث عنه لغاية دلوقتي اللي شيء ممرش في حياته كابتن محمود الخطيب كان له لقطة مهمة جدا بعد وراه هو بيقول للجماهير احنا معاكم ومش هنسيب المدرج الا لما تطلعوا في سلام وامان هو ده رئيس النادي الالي هو ده القائد للنادي الالي بعد كده نصعد موجهة صعبة جدا جدا جنوب افريقيا مع الموسم الماضي وكان قبله فيه احداث الخماسية الشهيرة ولكن الكابتن محمود الخطيب يسافر مع البعثة ويقف يهني اللاعبين بعد الصعود من على باب الفندق ثم نذهب الى الوداد في الدور قبل النهائي ونفوز على الوداد وهو متواجد على ارض الملعب وفي كل موقع صعبة هتلاقي دايما صورة مش في الخلفية صورة في المقدمة قبل اللاعبين للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الالي اسطورة قرة القدم المصرية ما بقاش فيه اي بطولة لم يحققها الكابتن محمود الخطيب زي ما تقال النهاردة رئيس النادي الالي باستثناء بطولة وحيدة هي كأس العالم للانديانة ستمنى في يوم الايام النادي الالي يحقق هذه البطولة العظيمة في وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الالي اللي برغم تعبه وقلمه سافر مع الفريق جنوب افريقيا عشان نحقق الصعود للدور قبل النهائي ومع قطر عشان نحقق بطولة السوبر الافريقي فلقطة النهاردة اللاعبين هي افضل تكريم وبالنسبالي بالنسبالي بتاع في بعض اللاعبين اللي ما كانوش على قدر المستوى وتحديدا في الشروط الاول من فكرة المسئولية ولكن النهاردة كانت لقطة التكريم يستحق انها تكون لو تتصدر المشهد وتكلم عنها حفيز دراجي بشكل رائع لدرجة انه قال خلاص لم يعود نادي القرن او لقب نادي القرن كافيا بالنادي الالي وده حقيقي وانا من وجهة نظري يكفي لقب نادي الاهلي هو ده الوحده في حد ذاته اعظم لقب لنادي في الوجود اسمحوا لي لاني ده طبعا انا اهلاوي فبشوف النادي الاهلي كاعظم نادي واعظم لقب هو النادي الاهلي الاسم الجاذب للبطولات الاسم الاول في افريقيا الاسم الثاني عالميا من حيث البطولات القرية وباذن الله قريبا نكون الاول عالميا ان شاء الله من حيث البطولات الافريقية لقطة سجدة الكابتن محمود الخطيب هي نفس اللقطة اللي بتذكرنا بسجدة الكابتن محمود الخطيب بعد الانتصار الرباني في 27 نوفمبر للحق والخير على التجاوزات والخوت في الاعراض في لقطة مهمة جدا ربنا دايما ينصرك ربنا دايما ينصر كل من هو على حق كل من هو لسانه او عفيف اللسان كل من هو وضع المبادئ والاخلاق نصب عينيه على اي حد متجاوز وبالمناسبة دي بنشكر مجلس ادارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب على تهنقته لنادي الزمالك بنشكر الكابتن حسين لبيب على عقابه لاثنين لعبين من موليد 2003 وكمان احد المسؤولين في الجهاز الفني باللقطة السيئة باحتفالهم بالحزاء في اشارة لشيكابالة او احتفال شيكابالة الجمهيري النادي الاهلي اتمنى ان يكون في مرة رد فعل يحسسني ان في مسؤول في نادي الزمالك بيرعى الاخلاق وبيعاقب حد اخلاقيا شكرا كابتن حسين لبيب على تهنقتك شكرا على ايقافك للاتنين اللاعبين واحد المسؤولين في الجهاز الفني موليد 2003 نتمنى تسود الاخلاق الملاعب نتمنى اننا نشوف صورة مغيرة للبطل في نادي الزمالك عن الصورة اللي تعودنا عليها ان البطل في نادي الزمالك هو المتجاوز الخارج عن هدود الادب الخارج عن النص دايما اللي بيلقي النادي الاهلي بالطهم حسين لبيب نتمنى بداية موفقة لنادي الزمالك على مستوى التنافس مع النادي الاهلي احنا دايما بنحب نمنح الاصحابه ومنحب كل حد بيقف دايما مع الروح الرياضية وبيقف مع الاخلاقيات العليا وده شيء كان لازم نشكر عليه حسين لبيب نروح للمباراة واداء مباراة اتمنى طبعا نتطمن على افشا في اخر دقيقة كان لازم الحكم المصطفى الروبا اللي نتكلم عنه يدي انذار للعب ده يقل كمان كان عنده انذار قبل كده وكان يطرد ولكن ده مش مهم حاليا بقدر ما مهم محاولة الاتمنان على الافشا باذن الله نتطمن غدا على اصابة افشا وتكون باذن الله باذن الله سليمة يعني كان بيستلم المداليا وهو متأثر شيئا ما ولسه حتى هذه اللحظة ما جاتليش انباء عن الاصابة واعتقد هيات بان بكرة فانا اتمنى تكون ان شاء الله الاصابة بسيطة الف سنة افشا عنصر مؤثر جدا في النادي الاهلي هذا الموسم فبالتالي نتمنى الاتمنان عليه وكذلك الاتمنان على محمد هاني الحقيقة قدمنا شرط اول مش شرط اسم النادي الاهلي من ده اسم النادي الاهلي لم يكن موجود في الملعب في الشرط الاول غير جماهير النادي الاهلي هي اللي تقدر طول عليها ممثلة للنادي الاهلي على ارض الملعب لم يكن احدا يمثل النادي الاهلي في الشرط الاول على اطلاق قدمنا شرط مش شرط النادي الاهلي خالص شوط سيء جدا ولكن مع الشوط التاني قدرنا نتجاوز مرحلة الشوط الاول ونقدم شوط تاني نستحق ان احنا نحقق بلقب البطولة وعجبني جدا فكرة تغيير بيت سمسماني مع بداية الشوط التاني محمد ياسر ابراهيم وايمن اشرف لان الاتنين كان عندهم انذرات نزر رامي ربيعة وعلي معلول احد اهم مكاسب هذه المبراهة وعودة علي معلول وحمد فتحة ولكن تحديدا مع بداية الشوط التاني كان لازم يكون في خروج لايمن اشرف اللي خد انذر في ديار 4 وياسر ابراهيم في ديار 20 خاصة في وجود محمد فرحان في الجابعة دي اسكر جائزة افضل ممثل لاعب في افريقيا الحقيقة كان بيتبارى مع ممثلين الهوليود في فكرة التمثيل والدعاء الاصابة شيء مستفز جدا بصراحة اتمنى شيء يختفي بقى من الملاعب العربية مشاهد التمثيل دي لان الحقيقة محمد فرحان النهاردة كان بيتدعى الاصابة اكتر من مرة ويمكن عشان كده كان ربنا مش موفقه في اللقطة اللي حصلت او اللقطة المضيئة في نهض البركان في المراهية الانفراد بمحمد الشناوي وضع خارج المرمى لان الشناوي قفل زوايا التمرير عليه بشكل كبير جدا مع بداية الشوت التاني قدرنا نشوف النادي الاهلي الى حد بعيد لحتى نزول صلاح محسن صلاح محسن من وجهة نظري هو عريس الليلة في الملعب هنتكلم عن هدف محمد شريف ولكن صلاح محسن تحديدا المباريات الاخيرة واضح ان هو امراكتس فقرات القدم وبالتالي ربنا موفقه بشكل كبير جدا وصلاح محسن من وجهة نظري مباراة جنوب افريقيا ما كانش يبدأ المباراة ولكن كان يكون مع الشوت التاني زي ما حصل النهاردة لان صلاح محسن بيبقى قاري الملعب بشكل كبير جدا وهو قاعد برا ده رقم واحد رقم اثنين اللي يقل بدنية للفريق المنافس بتنخفض مع الشوت التاني فبيكون صلاح محسن قادر ان هو يفوز في الالتحامات كمان صلاح محسن اللي كنا بنغلط فيه الشوت الاول فكرة القرات التولية اللي هي مش كورة النادل اهلي وعندنا محمد شريف لايوجيد ضربات الرأس وبالتالي كنا بنفقت كل القرات التولية وما فيش سكن دي بول فكان فيه اداء سيئ مع الشوت التاني وتحديدا مع وجود صلاح محسن بقىينا نقدر نطلع على صلاح محسن اللي بيوجيد ضربات الرأس وقدر اننا نبقى بالقرات التانية بشكل كويس وتحرقات صلاح محسن سواء كان وينجي رايت او وينجي ليفت بالتبادل مع طار محمد طار كانوا بيوجيد في الاتنين والحقيقة هدف صلاح محسن هو ماركت صلاح محسن ما يغمضلوش عين الا ما يرقص حرس المربع خلاص اي هو ده صلاح محسن جميل جدا في المهاجم انه هو يكون عنده ثبات عنده ثقة في نفسه بيقدر يسجل بهدوء حاجة في منتهى العظمة من صلاح محسن لو كمل عليها بتركيز فكرة القدم هيفرق كتير جدا 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 في الجانب الامامي مع النادي الالي صلاح محسن الان هو بين الاجنحة هو المتنفس للنادي الالي هو اللعب لتقدر تصق فيه ان هو يقدر يهدد ويصنع خطورة وكمان عنده ثقة ومش بيخاف وده مهم جدا لان الحقيقة بمستوى طاهر محمد طار وحسين الشحات ما زال عليه علامات استفهام كتيرة برغم ان حسين الشحات صنع الجول الاول وطاهر رسام في الجول التاني ولكن في النهاية طاهر محمد طار تسويب واحدة فقط لغير اللي تصدى لها زورية روبي حسين الشحات زيروا تصويب على المرمى فبالتالي الموضع صعب جدا جدا فلما بينزل صلاح محسن بالمحاولات دي ويسجل هدف بالسبات ده وكمان مع اخر دقيقة كان هيسجل الهدف التاني والولا العرضة اللي تصدت لكرة صلاح محسن اللي بيجيد بشكل كبير جدا العاب الهوى كان الهدف الاول عشان نمنح مرضه محمد شريف حقه في لحظة ابداعية من محمد شريف ما بتحصلش كتير في الملاعب يمكن بتفكرنا بهدف عماد متعب اللي قضى تماما على متحة عبدالهادي في بودوري ابطال افريقيا لف بيه نفس اللفة وحطها بشماله نفس الكلام عامله محمد شريف وعجبني جدا ان محمد شريف بيبقى عارف وضعه من حيثه المرمى فبالتالي بيكون كاشف بشكل كبير جدا زوايا المرمى وبيتوقع ان هو واقف في المكان الصح وبالتالي كان القرى اللي المفترض فكرت يسندها للشحات ولكن العمر الصرية ولكن هو السند بيمينه وحطها بشماله أجون والأروع فتح المجال امام النادي الاهلي لتحقيق البطولة طبعا الناس بتسأل عن محمد هاني وازاي هو مصاب قدر ينزل للملعب تاني الحقيقة كنا استنفذنا الخمس تغييرات والحقيقة من ضمن التغييرات الخمسة كان عندنا إيجابيات هي بداية وجود أو نشوف كهرباء تاني في الملعب هي عودة علي معلول للملعب عودة حمدي فتح من الإصابة طبعا ده شيء بيدينا متنفس للنادي الاهلي عودة الإصابات وعودة الغيابات فنقدر مع الفترة القادمة نقدر نرجع تاني نقدم الأداء المنتظر من النادي الاهلي ومن لعيب النادي الاهلي طبعا الفريق بشكل كامل أو خلاص اكتملت الإصابات ويبقى عندنا البدايل اللي تقدر تعود بعض القصور اللي موجودة في الملعب مبروك للنادي الاهلي وجماهيره البطولة السابعة أفريقيا مبروك للسوبر طبعا خلاص محمد الشيناوي يستحق أنه يرفع البطولة القرية التانية ليه محمد الشيناوي من ساعة ما بقى قائد والحمد لله غرفة الملابس على قلب رجل واحد والحمد لله الحمد لله قادر أنه يتصدى لكل الهجمات الخطيرة في الأوقات الحاسمة ومحمد الشيناوي يستحق أنه يتحط بعد كابتن واقل جمعة خلاص يا كابتن واقل ودعا لصورة 2014 آخر اتنين سوبر رفعه من الكابتن واقل جمعة رفع النهاردة محمد الشيناوي عشان تبقى صورته هي آخر صورة لسوبر أفريقي بالمناسبة النادي الاهلي لأنه النادي الاهلي بيقصر كمان مفاجآت أو آخر حصول فريق من بطل الكمفترية على السوبر آخر المسلمين أو آخر سنتين أو آخر نسختين النادي الاهلي بطل أبطال الدوري بيقصر هذه القاعدة وبيحق بطولة دوري أبطال بيحق بطولة السوبر وهو بطل دوري أبطال أفريقيا نتمنى التوفيق في مبارات الترجلي ومبارات المحلية إن شاء الله عشان نكمل استحقاق أو تحقيق البطولات بطولة أفريقيا بطولة الدوري كاس مصر بطولة السوبر أفريقي برونزيت كاس عاملدية يتبقى إن شاء الله السوبر المحلي ويتحط للتاريخ أو للجيل ده نقطة مضيئة في تاريخ النادي الاهلي نشوفكم على خير إن شاء الله أخيرا الاهلي خط أحمر رجع أو الحلقة بعد مبارات صعبة لساندونز كانت مبارات الصعود انتظروا الاهلي خط أحمر إن شاء الله من 9 إلى 11 بعد الفوز بالسوبر الأفريقي أنا عارف إن ده أهائي دورة أبطال أوروبا موجود ولكن تحياتنا وتقدرنا لكل من يعني هيكون حريص على متابعة الأهلي خط أحمر السبت من 9 إلى 11 بإذن الله وبإذن الله دايما الأهلي خط أحمر يكون وش حلو على النادي الأهلي وبإذن الله يظل النادي الأهلي هو جاذب البصرات الأول في أفريقيا وأختم بمقولة حفيظ دراجي لما بيقول أنا بقتش عارف أحسد النادي الأهلي على جماهيره ولا حسد جماهير النادي الأهلي على الفرحة اللي بيقدمها لجماهيره أرجوك كابتن حفيظ دراجي توقف عن حسد من أجل استمرار البطولات وكمان مصطفى جربال تفاعلنا بيك في نهاية دورة أبطال أفريقيا نتفاعل بيك في السوبر الأفريقي آخر بطلتين أفريقيتين كنت انت الحكم ولكن يعني بين قوسين كده الانذارات اللي كانت كتير للنادي الأهلي ما كانش مقابلة انذارات لفريق نهضة بركان ويمكن أخيرا التدخل للعنيف على أفشاء اللي يستحق على الأقل لو ما كانش فيه طرد على الأقل انذار وكان يبقى الانذار التاني لأن نفس اللعب يتدخل بعمف مع كل لعبين واخد انذار في تدخله مع محمد الشناوي ولكن في النهاية بنتفاعل بيك ولكن خد بالك من النقطة اللي زيدي نشوفكم على خير إن شاء الله سلام